موسيقى موجزة سادسة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك على مختلفية المحاور لمواجهة تدعيات الأزمة العالمية الراهنة حيث تقوم بالعمل على توافر مختلفية السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أكد مدبولي أن الدولة حرصت عند التحريك الذي طرأه على أسعار المواد البترولية على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية وتحميل المواطن الجانب الأقل كما أشار مدبولي إلى أنه تم تكريف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من أثار هذه الأزمة العالمية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر مع الوزراء والمسؤولين مع البرلمان وكذلك وسائل الإعلام المختلفة لشرح التحديات التي يتم مواجهته حاليا مؤكدة أن الدولة تبذل جهودا مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات هذا وقد ترأس مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وخلال الاجتماع استعرضتها اللجنة نتائج عمل المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليها وفقت لجنة على تقنين أوضاع مائتين وتسعين وثلاثين كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموفقة على تقنين أوضاعها منذ بأد عمل اللجنة وحتى الآن ألفين وأربعمائة وواحد كنيسة ومبنى تابع وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية لوضع استراتيجية تحفيظ الاقتصاد المصري وتناول الاجتماع مقترحات وأليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات المقترحة المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادية كما ناقش الاجتماع تبسيطة وتيسيرة إجراءات الاستثمار من خلال مواصلة عملية إجماد إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة من ضبط أربعمائة وسبع عشرة قضية تمونية بمضبوطات بلغت نحو مائة واثنين وعشرين طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من ثمانية وسبعين طن سلع غذائية كما تم ضبط نحو ثلاثة عشر طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من اثنين وعشرين طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط ستمائة واثنتين وثلاثين قضية من بينها مائة وعشرة قضايا خبز ناقص الوزن ومائة قضية خبز غير مطابق للمواصفات انتهى موجز السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء